حبايب قلبي الحلوين جايلكم النهاردة بعقد الجواز جديد طبعا ظاهرة عقود الجواز مالة البلد بس انا عارفة انكم بتموتوا في النوع ده فقلت اطري على قلبكم بملخص لازوز من اللي قلبكم يحبوا واكيد كلنا سمعنا عن الرجل اللي بيمدي عقد مع بنت عشان جده ما اسحبش منه المسروف بس النهاردة الموضوع بقى بالعكس عن بنتنا شيني المحامية القادرة المستقوية اللي مفيش في دماغها غير شغلها بس عشان تترقه بتضطرت فابريك اي جوازة فيطار هتلاقي واحد شخصيته عاملة ازاي وهيقبل بحاجة زي دي اصلي الرجالة مخهم صار مقديمة يا حبيبي المهم في مسلسلات بتبدأ بكسس حبه كسس قتل بس مسلسلنا بيختلف عن الاخرون بيبدأ بكسة خيانة وزي اي زوجة اصيلة جريت ميمي عشان تقفش جزه المنين مع حبيبته وكانت هتبتح وترتكب في جريمة النهاردة بس بنتنا شين جت عشان تحل الحواردة كله اصلاها محامية كبيرة جدا ومشهورة فطلبت ميمي تهدى لانها كده ممكن تدخل السجن وقالت لي جيني افتح لها الباب وتدخل هي تتفاهم معي فقال لها افتح لك بس خليها تبعد فدخلت هي تدور على حبيبته اللي مخبيها لحد ما لقيتها وصورتها عشان تثبت التهم عليه فقال لها انا اخوك يا شيخ انت معي ولا معيها فقالت لنا مع الحق انت تولى عادي وخلتهم يقعدوا سوا قعدة عرب كده ويتفهموا ويحلوا مشاكلهم لان الطلاق ما فيهوش راجعة اما في مكان تاني فبالليه ينجا قاعد مع ممتو وهي بتحاول تفهم ليه بيرفض كل البنات اللي خلتوا يخرج معهم دول اصل والد مختلف شوية ومش عايز يتجوز من الاخر واكيد مش هيتجوز عشان ممتو عجبها البت ما تروح تتجوزها هي وفجأة طلع على فوق عشان شغله في التداول حقق ارباح فطلعت وراد زعقل وقالت له بطل بقى اللي بتعمله ده شغل غريب وحياة غريبة الناس فاكراك متخلف عقليا ورحت حطيت له صورة البنت وقالت له دي محامية كبيرة وجميلة جدا لو ما رحتش تقابلها مش هتدخل البدة تاني وبالليل دخل ينجا حفلة بيدور على المحامية اللي هيقابلها بس شين بنتنا كانت هناك واول ما شافته جريت عليه وبسته فاخدته معاها على جوة بسرعة عشان تشرح له الوضع وهي مكسوفة وقالت له يثبت نفسه وطلعت عايزة تشتغل في شركة كبيرة جدا لكن الشركة دي ما بتشغلش غريب متجوزين عشان سمعتهم ما تتدرش ويقولوا ان المحاميات هناك بيخروب البيوت وطبعا دورت على هوية اي حد عنت مش عايز يتجوز لحد ما لقيته قررت تستخدم اسمه وهويته وفهمت كل الناس في الشركة انها متجوزات فعشان كده تفاجئت لما لقيته جاي الحفلة وطبعا ابننا رفض وقال لها بقولك ايه انا عايز اتطلق بس حاولت توصل معا الحل وقالت له ديني مهلة تلات ايام بس تمثل فيه منك جوزي وانا وعدك مش هزهر تاني قدامك فوافق وخرج معاها قدام الناس عشان يتخضعوا فوقفت تدلع عليه وقالت له استناني في البيت انا مش هتأخر المهم رجع على بيته بس امه تردته لانه ما راحش يقابل البنت وقالت له خليك برة وما ترجعش لحد ما توافق تتجوز بس ابوه كان صعبان عليه فبعت له ميسج وقال له فيه فلوس برة خدها وروح شوف لك قودة تقعد فيها وفي الجيم كان صاحب ينجب يعقله عشان يتجوز ويعمل له امه اللي هي عايزاه بس قال له سكت يا عم الجواز ده حج عشان تخلينا اشتغل شغلانة تانية كبيرة واشيل مسئولية بس اخوكم حابب شغلانته في التداول فصاحبه قال له يا ابن انت الاول عالكلية بتاعتنا ده غير دماعك السم دي ممكن تشتغل في اي مكان بسهولة ممرتب ولا في الاحلام فقال له لا يا سيدي شكرا انا ماشي بمقولة اعمل ما تحب عشان ما يطلعش عن اهلك ولما رجع قدته قرر يتصرف ويدور على بنت تمثل انها حبيبته لمدة سنة لحد ما امه تهدى شوية عليه وتنسى حوار الجواز طيب ما بنتنا موجودة يا حسن رايح تدور برة ليه اما شينفة كانت في مكتبها وجات السكرتيرا بتاعتها تقولها انه عندها عشاء اعمل مع شخصية مهمة وطلبوا تجيب جوزها معاها فافتكرت انه مش فاضل غريوم ومهلتها مع يانج تخلص بس قالت لها هجيب جوزي ماشي وبالليل جوزها يا قصدي يانج كان قاعد مستنى البنت اللي هيقجرها عشان تبقى حبيبته بس جاب صاحبه معاها وخلاه يقعد في وش الباب عشان مش عايز البنت تتعرف عليه من اول مرة وعشان برضو لو طلعت مش كويسة يبقى صاحبه هو اللي لبس فيها اصيل يا طه فرحت قاعدة قصاده وقالت له انا عارف انك ما توقعتني شاجي بس انا شفت البوست اللي نزلته وجيت عشان ساعدك وتساعدني فقام فجأة وقال لي صاحبه يلا بنا من هنا فصاحبه قال له انت عبيت يا ابني مها تساعدك اهيه ما توافق وساعتها رجبت وراه وقالت له انا مش فهم انت فين مشكلتك فقال لها مشكلتي انك عايزة توصل للمنصب في سابع سما بالكذب وساعتها افتكرت كلام صاحبتها وهي بتقول لها انت ليه ما بتحاولش توصلي للكمة زي باقي الناس اللي زيك وفي الحقيقة هي عمرها ما وصلت لمنصب بالواسطة او الكذب لكن المرة دي الوضع مختلف فقالت له انا مش عدوتك عشان تعملني كده احنا ممكن نوصل لحل يرضينا احنا الاتنين بس لقح بالكلام انها لسه مصممة تتعامل باسلوب قذر عشان توصل لهدفها فكانتها تنزل وتسيب له العربية بس رجعت تدي له كلمتين في جنابه لانها عمرها ما كانت من النوع ده ونزلت وثابته فهو حس انه غلطان بعدها وكلمها يعتذر لها وطلب منها يتقابل بكرة وتاني يوم قالت له مش غريبة انك كنت شايفني قاذرة غيرت رأيك ليه فقال لها اكتشفت انه غلط احكم عليك من اول مقابلة وطلب منها تطلع العقد عشان يمدوه واتفقوا على سنة يرتبطوا فيها ويوهموا امه انهم هيتجوزوا بعدها بس فجأة قالت له حس كده تعال معايا عشاء عمل النهاردة وهو كمان في نفس الدقيقة قالها تعالي معايا نزور ماما فراحه الاول يزوره مامته وطبعا امه تخضت وهو داخل لها بواحدة فجأة كده دع عمره ما دخل عليها بقطة حتى لحد ما قالها دي حبيبتي وهنتجوز كمان سنة على ما قدر اشتري البيت لانها مش هتساعد وتشتري معايا فقالت له الكلام ده خد هنا امه اقولك وطبعا اتعصبت لانها بنت مستغلا مفروض تشارك معايا بالنص وقالت له ما يستعجلش في الجواز فقال لها انت في وعيك يمه امه المين اللي واكل دماغي عشان تجوز فدخلت وهي بتحول تمثل انها حباه وقالت لها تجوزه يا حبيبتي انا موافقة عادي حتى لو انت اكبر منه وحتى لو مش هتشارك في البيت بس في المقابل لازم تتجوزه بعد 3 شهور بالكتير اصل سنة دي كتير وانا مش عايشها لكم فيانج بدأ يحس انها بتدبسه لكن بنتنا قررت تتصرف كمحامية شطرة وقالت لها انها بتحب يانج وفي نفس الوقت مش هتخليه يتعب ويجيب البيت لوحده فالاحسن انهم يعيشوا في بيتها لانها محامية وبتكسب كتير فالفلوس بالنسبة لها مش مهمة طالما حبيبها جنبها فطنت بدأ قلبها يحن واقتنعت بيها وفي العربية كان مبسوط لانها اثبتت شطرتها في المحامية مع انها كانت قاعدة مصطبة مع امه يعني مش محاكمة كبيرة وبعدين اديته معلومات عن شخصية جوزها اللي المفروض يحاول يمثلها قدام الناس اولا انه شغال في الشؤون المالية ثانيا عندهم طفل عمره سنتين ونص فقالها ازاي عنده سنتين ونص ومكتوب اننا تجوزنا من سنتين العيالة عندكم بتيجي قبل الجواز يا نوسا كمان دي مش عارفها المهم وصل الفندق وبدأوا يغيروا عشان يحضروا الحافلة فطلعت له عشان يقفلها السوستة بس وهو قايم وقع على الارض فراح قفلها لها بكل هدوء وفي الحافلة كانت بتدور على طريقة تحاول تقنع الناس بفكرتها بس قالها ان افضل طريقة هي انها تستخدم رئيس المؤسسة نفسها لما يطلع يلقي الخطاب بتاعه فقالت له انت عرفته ازاي ده انت نامس فقالها شكل كده ما بتقريش كتير وبعدين وهو واقف مع الناس كان بيتكلم بكل ثقة عن الاقتصاد والاسهم لانهم مجال شغله بس شافت حبيبها القديم اللي اسمه ووشي واقف معاهم فبدأت تدايق وينجي حس بيها فراحت ناحيته وقالت لهم ازايكم يا جماعة اقدم لكم جوزي فيينجي مسك ايدة عشان يطمنها ويخليها ما تقلقش وبعدين جيه ووشي يكلمها وكان عايز يتعرف على ابننا بس يانجي كان بيعامله ببرود ولما حست ان ووشي عايز يفتح كلام قالت لي يانجي يلا يا حبيب نروح نشرب حاجة وفضلت وقفة بعيد وهي بتفتكر لما كانت عايزة تتجوز ومامته رفضت لان عائلتها فقيرة وكانت مستحقراهم فخرجت من عنده وهي منهارة ولما حاول يلحقها ملقهاش وفي الحمام كانت بتحاول تهدي نفسها بس لما طلعت كان ووشي واقف لها بره وشدها معاه فقالت له انت جننت واخدني حمام الرجالة فقال لها انت بتخططي لايه قولي ومين ده اللي سحبه معاك وبتقول النجوزك فقالت له يبطل يتدخل لانه ملهوش حاجة عندها ومش من حقه فينجي دخل الحمام وسألها لو في حاجة بس سألت له انها كويسة ومش هو من قدامه وفي نص الحفلة رجع ووشي يتكلم معاها وما كانش فاهم ازاي ده جوزها من سنتين وهم اصلا سابوا بعض من سنتين فكان شاكك في كلامها لحد ما جيه ينجي وقال لها كولي يا قلب انت مكلتش حاجة وساعتها ووشي تأكد انه مش جوزها وقال له واضح انك ما تعرفش حاجة عن زوق مراتك دي عندها حساسية من اللحم البقري بس سألت له لا طبعا زوق تغير وكلت منها عادي وطبعا طلعت قدة الفندق وجلدها طفح من الحساسية وحاولت تحط اي حاجة عليه لحد ما يهدى فيانجي كان عايز يعرفهم ما سابوا بعض ليه لكن فضلت تتهرب من السؤال فقال لانت حاليا انتأثرت بزهوره وبتحاول تبني قوية قدامه وده هيخليكي ضعيفة اكتر فقالت له بطل كلام بس وقوم هتلي علاج الحساسية من العربية فنزل يجيبه لكن لقى منتهي الصلاحية فرح يشتري واحد جديد بس وهو راجع وشي وقفه وطلب يتكلم معاه وفيدل يسأله هم تجاوزوا امتى بس يانجي قال له وانا عرفك عشان تسألني اسئلة شخصية زي دي فقال له انت حتى مش عارف ان حساسية مراتك من اللحمة طب اقول لك عالكبيرة انت اكيد كنت راح تجيب لها الدواء من شنطة العربية لان الدواء ده انا اللي اشترتولها من سنتين وطبعا رحت تجيب واحد غيره لانه منتهي الصلاحية فقال له عشان ما تتعبش نفسك مراتي رامتك انت والدواء بتاعها ورا دهرها وبعدين طلع يديها الدواء لقاها نامت فرح ينام هو كمان بس سوت شخيرها خرم طبلت ودنه فنزل ينام في العربية وتاني يوم نزلت عشان تروح مشوار مهم فقال لها انه قابل ووش مبارح وكان واضح انه لسه قلقان عليها فقالت له سيبك منه وما تصدقهوش وفي الطريق ميمي مرات اخوها اتصلت بيها وقالت لها انا رايح ارتكب جريمة كمان عشر دقاية وهقطع الجسة ترنشاط ابقى حصليني فينجا قال لها هو انا سمعت صح دي بتخطط لجريمة بجد فسائت بأعلى سرعة وقالت له ما تقلقش هم مقضيين حياتهم كلها كده فقال لها بس انا زنبي ايه طيب وقعد يوالوي لانه بيخاف من السرعة دي فخلت له ينزل ياخد نفسه وقالت له لا انت تفضل هنا عشان شكلك مش هتستحمل ومشيت هي عشان تلحق مرات اخوها كالعادة اما ووشي فكان مستني حبيبته تيجي وطلعت محامية شغالة مع بنتنا فكانت قاعدة تحكيله عن شين وانها بتستفاد منها وهو قاعدة في تكر ذكريات قديمة عنها فحبيبته سألته بما انه كان معاها في نفس الكلية يا طرى بتحب ايه عشان بس تقدر تفهمها فقال لها انا وهي مش قريبين قوي عشان اعرف بتحب ايه وبالليل قاعدت شين عشان تكمل شغلها وبصت البطاطسايا وهي بتقول لها لو كل الرجالة زيووشي كده فانا احسن لي افضل سنجل للابد بس مبايلها ران وطلع ينجي عايز حاجته اللي سابها عندها فوهي بتقوم خبطت رجلها فقالت له شكلك كده هتيجي تاخدهم بنفسك فاجه وشافها بتعرج والبيت بيدرب يقلب كأنها في زريبة وهي الجاموسة صاحبة الزريبة المهم قررت تستغيله وقالت له بما انك بتفهم في الاسهم ممكن تساعدني في شوية حاجات كده وفضلت لازقيله عشان تعرف قدراته هتوصل لفين لغاية ما نامت وتاني يوم صاحي ولقاها نايمة على الكنبة فقال يصوره عشان يثبت لأمه انهم باتوا سوا بس الصاحي اتفاجأ وقالت له شفتك بتعمل ايه تعالى هنا فقال لها ده عشان ماما والله انت فيمتي غلط بس لبست وتشيكت وقالت له تعالى انا هقولك على طريقة احلى ورحت فتحت فيديو على اساس بتكلم تنت بتطمن عليها وقالت لها انا وينجا حبيبي قلنا نبعتلك نطمنك وبساته من خده وقالت ما تلاقيش احنا واخدين بنا من بعض وبعدين قفلت الفيديو قالت له بعته لطنت بقى لكن برضو ما تنساش انها ممكن تيجي هنا في اي لحظة عشان تتأكد اذا كنت عايش معايا فلازم تعتبر ده بيتك من هنا ورايح وقالت له بص دي قطي الدراسية ممكن تنام فيها هي بس محتاجة تتزبط شوية فقال لها ماشي تكل انت على شغلك وانا هتصرف ويا دوب اول ما مشي تشمر كوم ومسك البيت حتى حتى ينظفه بدل ما هي كانت عايشة تاكل وتشرب وتنام في نفس المكان لحد ما المكان ريحته عفنت وفي الشركة كان في مشكلة كبيرة فعقود وقعوها مع شركة تانية والاخطاء دي اكتشفها يانج وهو بيراجع معها مبارح فكانوا خايفين لانهم ممكن يدفعوا شرط جزاء كبير جدا فوق ما يتصوروا فالمدير طلب منها ما تقولش حاجة لحد عن الموضوع ده وتحذر جزاء هو كمان عشان ما يتكلمش في الموضوع فكلمته وقالت له انت ما تكلمتش مع حد عن العقود اللي رجعناها مبارح صح فقال لها لأ ليه فقالت له يخلي باله بس وما يفتحش الموضوع ده قدام حد وفي الطريق وهو رجع البيت مامته كلمته عشان تطمن عليه وكانت عايزاي اخرج في ديت مع بنت فقال لها ماما انت مستوعبة كلامك هخرج ازاي مع بنت وانا اصلا مرتبط فقالت له يا ابن اخرج ونقي يمكن تلاقي واحد احسن منها فقال لها اناقي ايه هو كيلو طماطم وبعدين حبيبتي مفيش احسن منها ياريت تنسي الموضوع ده فقالت له طب بلاش قل لي هي تشتغل ايه فقال لها محامية كبيرة فقالت له ما انا عارف انها محامية يعني هو انت جبت اتايها انا بسأل عن مكان شغلها عشان اجيب لها قوضي كتير ونفعها ففهم الحركات الارشانة بتاعت امه دي وقال لها بقولك يا ماما اروحي كل برطقان عشان مفيد للبشرة وشيل جين من دماغك يلا سلام وفي المكتب كانت شين عندها شغل ومش مركزة مع حد بس ميمي كلمتها فجأة وقالت لها انها رايحة على بيتها وتستنىها هناك فقالت لها ماشي هخلص شغل واجيلك وطبعا نسيت ان يانج موض هناك فهميمي وهي رايحة تلك بالاسنصير قبلت يانج وحسيت انه اسيم وكمان طلعت دوري السابع معيها فكلمت بنتنا وقالت لها يا ماشاء الله وطلع عندك جروسين في شاقتك فاتصلت بها تقول لها تمشي بسرعة لانها مش فاضية بس قلت لها ما خلاص يا قلبنا في بيتك واتدبست رسم فهم نظمي فقفلت معيها واتصلت بيانج بس ميمي شدت منه الموبايل وقالت لها ما خلاص يا حبيبتي اتكشفتي انجيزي بقى وتعالي شاكلي كده لقيتلي حاجة تسليني فلزلت جاري طبعا عشان تلحق المصيبة دي واول ما دخلت البيت شدته على القوضة وقالت له انت عارف مين دي اوعد كون قلت لها حاجة فقال لها ما تقلقيش قلت اننا مرتبطين بس وبعدين هي معاها بس ورد الشقة فافتكرتكم قريبين من بعض وساعتها ميمي قالت له ما يا حبيبي لو عندكم حاجة قولها بصوت عالي ده احنا اهل وحبيب فطلعوا يقعدوا معيها وهي شكة فيهم وقالت لها بس اتعرف يا بيت يا شوشو ده انا بسأله شفت بعد فين اول مرة قال لي لما كنت بتلعبي هوكي وانا اصلا اللي كنت بلعب هوكي معاكي اخر مرة فشافك فين بقى كفالة الشر وانا كنت تربوش قاعد معاكي فشين شرقت وهي بتقول لي نفسها واعتمع علي ما بترحمش المهم ميمي عد عليها الموضوع عادي وصدقت ارتباطه ومطلبت منه يضيفها على ويت شات بس سألها لا لانه بقى فيه تواصل اجتمع بشكل مفرط الايام دي وهو ما بيحبش يكون صداقات مش ضرورية ويدوب عنده 6 ارقام فقالت له يخرب عقلك انت عايش ازاي وقررت تستفيد منه وسألته ازاي تبقى سعيدة فقال لها تقدر تعيش بسعادة بمرتب 4000 ونص يوان في الشهر لما تبطل تأكل فاست فود وتأكل اكل صحي هتوفر كتير وتبطل تجيبي لبس عمال على بطال لانك عندك هدوم كتير وتصرفي على الضروريات وتبطل تتمنظري بلبسك وشكلك واسلوبك عشان ترضي الناس وساعتها هتبقى سعيدة فقالت له انت لو عشت كده يا ابني مش هتتجوز فقال لها مانا ضد الجواز بس بنتنا قرسته علشان يسكت وقالت له ده بيهزر يا ميمي وقالت له يلا ام روح كفاء عليك كده والله اه صاح انت عايش هنا خلاص رحت لنا ايس كريم على ما ماشيها وفي عربية وشي كان قاعد تحت بيتها هو بيفكر في ذكرياته مع شين لما اشتروا بيتهم اللي هيتجاوزوا فيه ودخل بيتها وهو شايلها وحطت احلام وردية النوم هيتجاوزوا ويخلفوا ويشوفوا احفادهم بس للأسف كل ده اتبخر في الهواء فابننا وهو راجع ووشي شافه وفهم النوم عايشين سوا دلوقتي المهم ابننا طلع وكانت ميمي خلاص ماشية وهددته ان لو ما خلاش باله من شين هتيجي تفصل راسه عن جسمه فدخل يشوف شين لقاها خارجة من الحمام فدور وشه وقال لها روح البسي بس راح تلبست وكانت فاكرة نفسها رايحة الشغل ففدل يضحك عليها ودخلها تنام وبعدين خرج يستحمه بس سمع صوتها فطلع بسرعة لقاها عايزة تخرج تاني فشدها بسرعة وشالها وخدها على القوضة وتاني يوم ساحيت لقيته نايم على الارض قدام بابها زي الحارس اصدقا خايف تطلع تاني بالليل دهاب لو تعملها المهم وهم بيفطروا سألته اشترى كل الحاجات اللي جابها دي بكامل بس مرضيش ياخد منها فلوس فقالت له ما ينفعش انت مفلس امه مش موجود عشان ياخده دمه ويمشي من غير ازعاج بس ابوه كان معترض على جوازه بدري كده وقال له انه لازم يفكر لان الجواز مش سلق بيت ده غير انه عارف ابنه كويس وقبان علي انه عايز يتجوز عشان يكيد امه او يريحها فقال له لا بيت هيقلك انا بحبش ان وهي بنت طحفة جدا فليه اضيعها من ايدي بس قال له حب ايه يا ابني ده الحب ده مش حاجة بتيجي في لحظة لازم يتغزى جواك لفترة الاول فقال له اه بأمرت انك وقعت في حب ماما من اول 3 ثواني فقال له يبا يا عليك انت على طول ما بتسطرش كده اما طنطم ويانج فرحت شركة بنتنا عشان تقابلها لكن الموظفة مرديتش تدخلها من غير معاد فبدأت تضايق لانها ضربت المشوار ده كله عشان تجيلها بس جات البت الارشامة مؤرنين اللي بتكره بنتنا وقالت لا تعالي تفضلي انا هفضل معاك لحد ما شين تيجي بس طبعا كانت عايزة تقعد معاها وتجرجرها في الكلام لانها مش مصدقة ان شين متجوزة وعايزة تخرب عليها باي شكل ففضلت تتكلم معاها لحد ما لحظت سورة يانج خلفية على مبايلها وقالت لها يا دا الوقت سرقني لازم اقوم وورتها الساعة كام بس طنط استغربت هي ليه حتى سورة ابنها عندها فقالت لها اصل يانج جوز شين مشهور جدا في الشركة هنا انت ما تعرفيش ولا ايه فكانت خلاصها تقول لها ابني مش متجوز بس شين جات على ملوشها وقالت لها انا اسفى اخرتك وخدتها المكتبها عشان تفهم قالوا ايه البعض وكانت خلعة جزمتها لانها جات تجري فقالت لها انت بتجذبي على الناس ومفاهمهم وانك متجوزة ابني ليه فقالت لها ممكن بس ما تقلقيش وانا هشرح لك كل حاجة وحاولت تفاهمها انها بتحبه بس طنط ما كانتش مقتنعة بحوار الحب لانها محامية كبيرة واحسن منه مهنيا فقال لي خليها ترتبط بابنها الفاشل اللي عايز يشتغل بمرتب بسيط ويعيش حياة عادية فجي ابننا هو كمان يحضر المصيبة دي لكن بنتنا قالت لها تمام عندك حق انا فعلا ما بحبوش انا بس عايزة تجوزه لان الارتباط مرهق ومعندش وقت ترتبط فمحتاجة راجل جنبي وينجي كمان عايز تجوز فاحنا اتفقنا اننا نتجوز لان الجواز بالعقل بيدوم لكن الحب بيجي لوقته ويخلص فطبعا الست جن جنونها لانها عايزة تجوز جواز بدون حب وقالت له انت لازم تسيبها بس بنتنا قالت لها مش شايفة انك انانية وبتفكري بس في مصلحتك قعدت تضغطي على ابنك وتقولوله تجوز ولما جيه تجوز دلوقتي عايزة تجوزي واحدة على مزاجك وطلبت منها تبطل تفكر في كلام الناس وانحيازاتهم ضده وتقف جنب ابنها شوية فبصت لابنها وقالت له بقولك ايه انا مش عايزك تتجوز الاحسن تفضل جنبي وتخليك سنجل للابد لحد مشاعرك يشيب واسنانك تقع وشدته معاها وهو مبسوط لانها عملت كده في امه وغيرت رأيها بس بص على رجلها لقاها حافية فخرج مع امه يطمنها وقالها هرجع البيت ما تقلقيش بس ورايا شغلها خلصوا وارجع واول ما طلع لقاها ماشي حافية تاني فشالها وخدها على المكتب والموظفين ملمومين كأنها حافلة ووقفين يتفرجوا حتى القرشان ايها جابت كباية وحطتها على الحيط عشان تسمع بيقولوا ايه وساعتها بنتنا ما كانتش فاهمة اللي بيجرالها وقلبها بيدقك كده ليه يعني دي مجرد حركة عادية ولا يمكن عشان بقالع كتير ما ارتبطتش المهم يانج طلب منها تبطل تلبس كعب وقال لها انه مبسوط بكلامها مع ام وهيحاول يرجع يهديها ويقنعها بعلاقتهم تاني وقبل ما يمشي قال لا انا معرفش انت محامية شاطرة ولا لا بس انت بتعرفت اتكلمك كويس وتغيري رأي اي حد وبالليل وهو راجع البيت كان ساكران لانه شرب مع بابا وكان راجع بيرتب لها جزامها وبيحط لها سليبر فاول ما دخل قدت وقالت له لو فاق شوية ممكن تسمعني عايز اقولك حاجة فقعد معاها وقالت له انا عارفة اني قلت مش هطلب منك حاجة تاني بس دي اخر مرة بجد وطلبت منه يجي يحضر معاها بكرة غدا مهم بس لقيته دام فجأة لكن ساحي تاني وقال لها انتي قلت لي ما جيبش سيرة لحد عن المعلومات اللي عرفتها عشان طلع فيه دين بخمسة وعشرين مليون وطبعا عارف بحوار الدين دا وهو خارج من الشركة واسمعهم بيقولوا اني شين قدرت تحل الموضوع وكانوا مبهورين بزكاءها فقالت له انا هشرح لك الموضوع بس دام فجأة وهو بيخلع هدومه وقال لها استحمى الاول وبعد ما استحمى طلب منها تبطل تبزي المجهود وتخلي بالها من صحتها واخدها على القودة عشان تنام بدري رغم انه وراها شغل فقال لها اول ما شفتك قلت النفس ايه الجمال ده يلا تصبحها على خير اختي حتى وهو سكران عسى المهم تاني يمكن صحي مسدع بسبب انه سكر مبارح فدته دو عشان يفوق اكتر بس لقيته بيسألها عن حوار الدين وكان عايز يفهم هي ليه طلبت منه يخب الموضوع لان ده معنى ان شركتها فعلا عليها دين وهي استخدمت اساليم المحاماة عشان تنفي وجود الدين ده بكل انانية فقالت له انا شايف انك عطوف زيادة عن اللزوم وده اللي مخليك مساهم لحد دلوقتي فافتكر شغله في الاسهم وسكت شوية ورجع يقولها انا موافع اروح معاك الغدى النهاردة فجهزه ونزله وفي العربية قال لها دي اخر مرة تطلبي مني حاجة فقربت تحط له الحزام وقالت له ما تقلقش هتبقى اخر مرة ولما وصله المكان دخلت قعدت في المكتب مع المدير وباقي المحاميين فالمدير بتاعها سألها هتعمل ايه لو حصلت مشكلة وكانت مخيرة بين الشغل والاسرة فقالت له الشغل بالنسبة لي مهم مستحيلة سيبه اكيد فقال لها اه فاهم اكيد بس ممكن في المستقبل تواجهك مشاكل زي دي ساعتها تتصرف ازاي فقعدت تسأل زميلها الرجالة هيعملوا ايه هم لو يقعوا في المشكلة دي وكانوا مخيرين بين عائلتهم وشغلهم وطبعا كلهم سيكتوا لان الاختيار صعب فقالت له شفت اهو دا دليل انه مفيش فرق بين الرجل والست لان الاتنين الاختيار بالنسبة لهم صعب فقال لها انت متحيزة قوي ضد الرجالة بس ينجي جاه وقال لهم بالعكس مراتي مش متحيزة ولا حاجة هي بس بتحب شغلها وممكن تكون بتفضلوا على اي حاجة تانية يعني انا مثلا لو جات لفرصة الاختيار بين الشغل والاسرة هختار اسرتي طبعا فمسكت ايده هي مبسوطة انه انقذها من الموقف ده وبعدين خرجوا يتغدوا بس كانوا هيحط لها لحم بقري فقال لهم عليش مراتي مبتاكلوش ففضلوا يحصدوها لان جزها مهتم بيها وفاجأة لقى البيت الارشانة بتكلمه وقالت له انا نفس افهم بس انت ازاي متجوز وكنت هتخرج في ديت معايا فبس ناحية الشباك بتاعها وافتكر انه امه قالت له انها مزبطاله ديت مع محامية فرح يتكلم معيها عشان يحل الورطة دي بس كانت وقفة بتسجله ومستنيه يجاوبها منين متجوز ومنين كان هيخرج معاها في ديت بس بنتنا اللي حقيته وقالت لهم بتتكلمه في ايه كده مش عيبت وقافي مع جوزي في مكان بعيد كده فقالت لمرات المدير انه يوم الحفلة ما كانش جاي يشوف مراته ده كان جاي يخرج معاها في ديت فتصدمت طبعا بس بنتنا حاولت تلم الموضوع وقالت له امك اللي دبرت لك الديت ده صح؟ وشرحت لهم ان مانتوا ما بتحبهاش وبتحاولت كده بالشكل ده بس الحربية قالت لها لو فعلا زي ما بتقولي فهو ما بيشتغلش في الشؤون المالية حتى لانه لما عرفت معلوماته تلعوط لي فقاعدوا في المكتب زي المزنبين كده وينجا قال لهم انه خسر وظيفته من سنة ومرضيش يقول لمراته عشان ما تسيبهوش بس ما كانش يعرف انه هيتكشف بالسرعة دي لكن بنتنا حضانته وهي بتمثل وقالت له توز الشغل المهم منك جنبي كات هايل يا فنانة تغدي لأسكر وبالليل وهم قاعدين بيتناقشوا قالت له هو كده خلاص حلنا مشكلة شغلك اللي جزبنا فيه وهم كده معتبرينك رب منزل بياخد باله من شغل البيت دلوقتي مش فاضل غل مشكلة الطفل اللي احنا مفاهمينهم انه عايش برة مع اخته فقال لها اخته مين قالت له اختك انت يا ابني ما نقولت له منك عندك اخت وهي بتهتم بابننا هناك فقال لها مش ممكن انت كان المفروض تطلعي مؤلفة مش محامية المهم كان عايز يقولها حاجة مهمة ومتردد بس جمد قلبه وقال لها انه امه عايزة تيجي تزورهم هنا بكرة فالبيت شرقت وقالت له ماشي خليها تيجي تنور بس قررت تعمل حركة خليها تتأكد انهم في علاقة وتاني يوم اول ما طنط جات سألته هي فين فقال لها انها بتشتغل بس طنط ما كانتش مسدقة وقالت له شكلها كده بتتجنبني للدرجات دي مش عايزة تشوفني فقال لها لا طبعا هي وراها شغلي بس لكن هي فعلا كانت بتتجنبها وراحت تقعد عند ميمي لحد ما تمشي المهم دخلت تبص في قط وعندها حب استطلع يعني فلاقت في الدرجة حاجات تخص منع الحمل وكلها مالية الدرجة ما استخدمهاش خالص فزعاقت فيه وقالت له انت عايز تخليها حامل قبل الجواز يا حيوان والله لو عملتها وجبت لنا الفضايح وكلام الناس مش هتشوف وشي تاني وخرجت بسرعة وهو وايف متنح مش فاهم هي بتتكلم عن ايه بس دي خطة بنتنا الزكية وتاني يوم سحيت زي اي يوم عادي ودخلت الحمام وهو وايف بيجاهز لها فطار واول ما جهزت قال لها استني خد فطارك وقهوتك ودها مفاتيح العربية فقالت له ده اندأك ده عرممت قابلته في حياتي يلا باي باي فقال لها تعالي بدري عشان نتعشى سوا فاستغربت كلامه بس سألت له ماشي ما تقلقش وفي الجيم كان ينجي قاعد مع صاحبه بيكلمه فقال له انا شايف انك ما تمشيش من البيت هتلاقي فين واحدة تعيش معاها من غير ما تقريفت في عيشتك زي شين ده انت عمرك ما عشت مع اي انسة غير امك والاكس بتاعتك فابننا اتدايق لما جاب سريتها وامو سابه انت عندك اكس؟ وانا اللي فاكراك متعقد من الجواز فطرية انطلعت متعقد بسبب واحدة المهم راح بعدها السوبر ماركت مع شين عشان يتسوقوا للبيت ويعملوا هوت بوت بس كل ما تحط حاجة يشيلها ويحط مكانها في اخر مزهقت قالت له لا انت تجيب لك سلة لوحدك وانا جيب سلة لوحد كده مش هينفع وبدأوا يتصوقوا بشكل منفصل وفي نفس الوقت والمكان كان وش بيتسوق مع حبيبته وقبلهم صدفة للأسف وحبيبته اول ما شافت بنتنا سلمت عليها بما انها مدرتها في الشغل فقعدوا يتلموا سوى الأربعة فحبيبته قالت لها انا اسفة ان ما قلت الكيش عن ارتباطنا بس ممكن ما تقولش لحد في الشركة لانها طبعا بنت رجل اعمال ومرتبطة بمحام كبير فلو اتعرف ده في الشركة هيفتكروها دخلة بسطة بس بنتنا قالت لها مش المفروض تبقي مفتخر ان عندك حبيب بمكانة زي دي وكمان بباكي في مكانة عالية ده الناس بتحب الامكانيات الاجتماعية المرموقة برضو مش صح يا ووشي ولا ايه بس بوشي مكانش مركز معيها وكان بيفتكر ذكرى قديمة ليهم لما كانت بتعمله هوتبوت فطلب من حبيبته تقوم تروح معي وتعمله هوتبوت فقالت له طب ايه رأيك نعزمهم بس رفض وقال لها احنا اصلا ما نعرفهمش نجيبهم معنا ليه فحاولت تسكته لانه كده بيحرجهم بس فضل مصمم يكمل وصلة الاحراج فيانجا قال له يا ريت كل الناس زيك عشان مش ضروري نكون علاقاتك تماعية ملهاش لازمة ومسك ايه تشين وقام ويمشو بس ووشي قال لها يا ريت بقى بما انك عرفت انها حبيبتي ما تحاولش تخليها تيجي تاخد معلومات مني عن قضية لوي اللي بتشتغلي فيها لاني ده بيضايق حبيبتي وفي العربية كان ينجي مبهور بيها لانه رغم انها ثابت حبيبها مكملة حياتها عادي ومش فرق لها فقالت له انت عارف اللي حزز في نفسيتي انه كان عارف انها شغلة عندي وانها تاخد منه معلومات عشان توصلها لي فده معناه انه ممكن يكون ادها معلومات غلطة عن القضية فقال لها هو ده كل اللي همك ده انت شغلك عماكي عن حياتك العاطفية هذا هو زوكي وهم راجعين البيت بقى اهتنت بيتنام من كتر التعب في الأسانسير لحد ما قالت له سيبنا نام شوية على كتفة فاخدها ودخلها قضيتها وعملها معاملة البيب اللي امه بتقلعه جزمته عشان يعرف في نام ويتاني يوم كالعادة كان بيحضر لها الفطار وقال لها لازم تأكل كويس وتبطل تنسي أكلك لان الشغل مش هيطير يعني فقالت له انت عرفت ازاي فقال لها لاني كنت مود من شغل زيك وعارف كويس اخرتها ايه فقالت له عندك حق وحيس كده بقى الهدبط النهاردة على حسابي بس بصوا البعض فجأة وافتكروا انهم نسيوا اللحمة في العربية وكل الحاجات اللي جابوها وطبعا بازت فقالت له فتك بعافية بقى نظف انت مكانهم ورايا شغل وبالليلو هي خارجة من الشركة لقت واحد واقف لها وبيقول لها انت شن فما ردتش عليه وكملت مكلمتها بكل هدوء مع ينج بس جالها واحد كمان وقال لها احنا جايلك بخصوص قضية لوي فتعالي معنا بهدوء رحت ضربتهم وجريت وهم فضلوا يدوروا عليها لحد ما جيه وشي وشدها قبل ما تطور ويشوفوها وراح فتح حرابيته بمفتاح العربية عشان يسمعوا صوتها ويروحوا هناك وخدها وجري بس طبعا لحقوهم فوشي هددهم يمشوا لانه محامي واتصل بالبوليس لكن ما كانش هاممهم وجي واحد من اللاشيق وشدها معاه فافتكرت الحركات اللي كان وشي بيعلمها لها زمان وضربته وجريت لكن لحقها تاني فابننا جيه وضربه بصعق القهربة وكان عايز ياخدها ويهربه لكن قالت له ان وشي جوا بيتخانق معهم لوحده فدخل يساعده وبعدين جيه البوليس ولمهم كلهم فوشي طلب منها تيجي معاه عشان يتكلم معاه عن القضية بس ابننا رفض وقاله عايز تتكلم مع امراتي تعالى في عربيتنا امراتي ما تركبش مع راجل غريب حامش يا ولا المهم ووشي سمع كلامه وركب في الاخر وراء جنبه وهي سايقة بيهم اقدم لكم حبيبها المستقبلي وحبيبها سابقا المهم بعد ما ووشي ميشي راح اتاكل لانها افتهنا البنت جريت برضو عملت مجهود قرافي بس ينجي لحظ انها متعورة فشمر كم ايدها وقالها تثبت عشان يعالج لها الجروح بس هي كمان كانت ملاحظة انه متعور في وشه فقربت منه وعالجته فوهم ايمين كان فيه ولدها يغبط شنطته فيها بالغلط بس ينجح انا هتلقائي من خوفه ايوا اديني في اللحظات الرومانسية لشي في طريقنا المهم فضلت بقى بنتنا من بعدها مش على بعدها وبتفكر في قربه منها لدرجة انها حلمت بي وهي في البانيو جاي يقول لها عايزة مياه دافية فقامت اتعدلت على السرير بس تخيلت فجأة انه جاي ينمع لكتفها وبيقول لها لو احتاجت حاجة انا جنبك لا ياه دا انت حالتك صعبة اكشف بسرعة المهم تاني يوم صحي لقاها مجاهزة له فطار وسايباله ميسج ولا كأنهم في شهر العسل وبعدين وهو قاعد بيتكلم مع صاحبه لقاها بترن فقال له في الوراي حاجة مهمة ورد عليها فسألته لو في حد طالب منها مساعدة بس المساعدة دي مش هتأثر عليها وهتأثر على شخص تاني ساعتها تعمل ايه فقال لها انت قلتيلي قبل كده انك محامية شاطرة فتفتكر المحامي الشاطر هيفكر ازاي في حل من غير ما يدخل عواطف الشخصية ولما رجعت البيت كان بيسمعها فيس لمامته هي بتقول لها انها شكة في جوازهم وبتطلب منها تبعد عن ابنها لانه لسه شاب وما ينفعش يضيع حياته بالشكل ده وطبعا اللي خلى امه تشك هي البيت الارشانة المحامية اللي تشتغل معاها ما هيبتكراها بقى بس ابننا قال لها انا عندي حل لكل الحوارات دي وهي اننا نتجوز بجد وجداني فطبعا راح يتكلم مع امه تاني وقال لها انه هيتجوزها خلاص بس رفضت وقالت له انت يا ابني مش شاف الفرق بينكم ده هي 34 سنة وانت 28 يعني بتضيع شبابك فابو حاول يقول لها انه السن مش مهم طالما بيحبوا بعض بس قالت له بيحبوا بعض ايه ده مدوريتها قالت لي انهم مش متجوزين وبيجدابوا بس قال لها اولا هي مش مدوريتها دي منافستها وبتحاول تباوز صمعتها باي شكل وانا مش هسيب حد يباوز صمعتها لاني بحبها فوق ما تتصوره واي حد هيدايقها انا اللي هقفله فابو قال له جدع يا وات طالع لابوك وامه اصلا كانت قاعدة بتاكل في نفسها ولما رجع البيت سألته لو بيحبها فسكت فجأة وقالت له اصلي طلبك الجواز مني ده غريب يعني انت مش هتستفيد حاجة فقال لها لأ عندي تلات اسباب اولهم انها خلص من زن امي وتانيهم ان امي بتخاف منك وهتعرف تتحكم في قرارها وسالسا اني بحب البيت هنا واستحلت القاعدة فقالت له كويس عشان بس ما تقعش في حبي ونتدبس بعدها وقعدوا على رواق يعملوا عقد اتفاق ويحطوا في كل شروطهم كعادة اي مسلسل اصيل لكن المشكلة لما راح لامه عشان ياخد سجل العيلة مرديتش وكانت قفلة على نفسها وقالت له على جوستي تتجوز شمشونة بتاعتك دي ومش هتطول سجل العيلة فطبعا ابو قال له يمشي بس وهيهديها ويحاول ياخده منها اما بنتنا فاماها هي كمان كانت متعصبة لانها مش عايزة تعمل حفلة جواز وقالت لها لما تتنازلي عن حفلة جوازك هتتنازلي عن حاجات كتير والناس هتفتكرك واقع وعايزة تتجوز باي شكل فقالت لها ما انت يا اماما تجوزت من غير حفلة جواز يعني الموضوع مالوش علاقة بفلوس او غيره فقالت لها اي وعشان كده مجبوطة وهطأ فجوزة قال لها الله وانا مالي يا الانبيوانا عملتي فاماها قالت لها من الاخر خليه جيلي هنا وانطلب منه كل حاجات الجواز العادية زي اي بنت انت مش معيوبة يا حبيبتي عشان تتجوزي عالساكت كده فرجعت بنتنا البيت ونامت على الكنبة وهي عايزة تعايت اصلها كانت عايزة تتجوز وتاخد ترقية لكن اللي حواليها مصعبين الموضوع فقالت له بص انت تيجي تقابل عيلتي وتوافق على كل طلباتهم وخلاص لحد ما ناخد ورقة الجواز ونقول لهم امكم في العشة ولا طارت وتاني يوم في بيت اهلاها كانوا بيتغدوا فاماها قالت له معلش بقى عملت حاجة بسيطة كده على الاد فقال لها بناء على نصيحة صاحبه لا طبعا يا طنت انت عملتي اصناف كتير وبتقولي وجبة بسيطة ازاي تسلم ايدك طبعا فابوها قال له بتعرف تشرب بقى وطبعا بناء على نصيحة صاحبه كان لازم يشرب عشان يوريهم قدي ايه هو مسئول ويقدر يتحكم في نفسه بس اخوها لغيت تفضل يسوط بله تاني وساعتها امها قامت فجأة وقالت لهم ورايا حاجة في المطبخة خلصها فقامت وراها تشوف مالها وثابتوا معاهم وهي مش دريانة اني ابوها سألوا تقابله ازاي اول مرة فقال له لقاءنا كان مميز جدا لاني وقعت في حبها من اول نظرة وحسيت ان هي دي البنت اللي عايز اكمل معاها حياتي فاتصدموا من كلامه لانه بين عليبي حبها فسألوا رجع امتى من برة وقرر يتجوزها فقال لهم دي كانت كذبة انا ما كنتش برة وساعتها خرجت من المطبخ وحطت ايدها على ابوها قبل ما يفضحهم بس ابوها قال لاخوها يقف على الباب محدش هيمشغل لما يشرحوا له الموضوع ففهمهم انه ما عندوش شغل كبير هو بيشتغل في تداول الاسهم ويناوي يبقى رب المنزل وينظف ويطبخ ويهتم بالبيت بس امها طلعت وهي بتطلع دخان من راسها وقالت له عشان كده عايز تتجوزها وطمعان فيها وراحت مزعاقة فيها لانها سابت ووشي وراحت تتجوز ده بس بنتينا قامت وقالت لها اقول لك بقى على الحقيقة ووشي هو اللي سابني لانه شافني ما شرفش وعالتي ما تشرفش لانهم بوسطة ماديا وامي وابويا متطلقين هيا ماما ارتحتي ونزله بعدها بس امها لحقتها وديتها سجل للعيل عشان تتجوز وقالت لها دي اخر حاجة هقدر قدمها لك وفي يوم راحت تقابل ووشي مكان ما بيتضرب وقررت تدخل مع التمرين فاصحابه في تقارومش هيوقعها لانها بنت بس لقوها ترمت على الارض بعدها بمينت بس خلته جاي يقومها وزقته وقالت له عندي خدمة عايزة طلبها يا تارى اخر عرض قدمته لي لسه متاح وطبعا كان اصدع عرضه لما ركب عربيتها وقال لها ان لو الشركة بتسدت ديونها هيتغاضع عن اي حاجة تانية ويوقف تجبيد مشاريعهم فزقها تاني وقال لها ان عرضه متاح ولما رجعت البيت كانت قعدة قدام طبق الفراخ وبتقول لي ينجأ اكلني ليه اتكسحتي؟ او قوها ووشي كسحة الله يسامحوا فابننا اكلها في بقها وشربها عصير كمان وبعدين قال لها على حل المشكلة ديوني الشركة انهم لازم يبعدوا عن البنوك وياخدوا تمويل من مؤسسة فردية بس طبعا بيبقى لها مخاطر وتاني يوم كانت دخلة مع الشركة بس شافت حد ما كانتش عايزة تشوفه فزقيته بسرعة لقودة المغزن وهو مش فهم فيه ايه واستخبوا جوه وعلى ما الراجل مشي قالت له قلبك بيدق كده ليه فقرب منها وقال لا احنا نقدر نعمل كده وكانها يبوسها بس ابو رن عليه وقال له ان عايز يقابلهم ضروري فقفل معاه ورجع حضانها تاني ولا كأن حاجة حصلت المهم رحوا يقابلوا عمه وكان طبعا جايبلهم سجل للعيل عشان ينجزوا نفسهم ويتجوزوا لكن طبعا سرقوا من وراء مراته وفي البيت كان كل واحد ماسك سجل لعيلته وهو مبسوط لانهم اخيرا هيتجوزوا ما تفهمش بقى مبسوطين عشان هدفهم هيتحقق ولا عشان بيحبوا بعض علم مصابة وبتشتغلنا المهم شين بعتت له ميسج وسألته لما كانوا في المغزن وقال لها نقدر نعمل كده كان قصده ايه فرح لها القوضة واول ما فتحت له مسكها بسرعة قبل ما تقع وبسها بس دي طبعا كانت مجرد تخيلات وراح القوضة بكل هدوء وقال لها احنا نقدر نجرب نرتبط فعلا بشكل حقيقي لكن وريته العقد وقالت له احنا اتفقنا مفيش اي علاقة رومانسية وإلا هتدفع تعويض خمسة مليون ففق من تخيلاته تاني لانها محامية ممكن توديف داهية وقرر يخبط ويسيبها تيجي زي ما تيجي بس لما فتحت له كانت هطوع فامسكها وشدها على جوه لكن قبل ما تفرحه هو راح يدلك لها رجلها بس مش اكتر وتاني يوم كان داخل الشركة وشاف وشي فزقه وكان عايز يضربه وقال له انت راجل انت عشان تعمل كده فشان وتأذيها ورح خابط الازاز اللي وراه لكن وشي كان بارد ومشي بكل هدوء فابننا قال للموظفة انه هيدفع تمن الازاز اللي اتكسر وساعتها جات بنتنا وهما بينضفه وخرجت معاه وسألته ايه اللي حصل بس قال لها خابطة بسيطة عادي فقالت له طبي جهاز عشان عائلتنا هيتقابله ودي هتبقى اصعب مقابلة وفي المطعم كان ابوها وامه مندمجين عادي ووقف بيعلمها الغنى كمان فحسوا ان ياه الموضوع ماشي حلوهو بس اول ما قاعدوا بدأت امها تطلب طلبات وقالت لها مش معنى ان بنتي قالت في الاول انها مش عايزة حفلة ولا بيت ولا عربية يبقى دلها يمشي انها تعبت في تربيتها وتعليمها لحد ما وصلت الكل ده فمش هقول ان بنتي تتجوز من غير اي حاجة كده كأنها معيوبة او فيها حاجة نقصة بس طبعا امه كانت قاعدة مستغربة لانها هي اللي قالت في الاول بحبه ومش عايزة غير اتجوزه لكن ابو قال لهم انه فهم كل كلامها واكيد هيعمل لها حفل الجواز وهيحاول يلبي كل طلباتها فابننا راح معاهم البيت يوصلهم ويسمع وصل التهزيق من امه وبالليل كان قاعد في باربي يشرب لحد ما سكر وكلم شين يقول لها انه زمان كان بيكره انه امه تجيب له سيرت الجواز لكن دلوقتي بيبقى بيكره بوشي قوي وبيكره نظراته ليها وقربه منها وبقى عايز يضربه بس رجع يقول لها او انا ضربته النهاردة فعلا بس مسكت نفسي في الاخر لاني بحبك قوي ومش عايزة خليكي تقلقي كل دا وهي سامعه ومتأسرة وبعدين راحت تجيبه من البار فصاحبه قال له ام يلا مرتك جد فقال له دي مش مراتي بس لما بصلها حضانها وقال له دي حبيبتي وينام فخادته معاها على البيت وخلته ينام على الكنبة وغطته وراحت تجيب حاجة تعالج بها ايده وتقصله ضوافره وهي مبسوطة بكلامه اللي قاله في التليفون وتاني يوم في الشركة اكتشفت انهم جابوا محام جديد هياخد منصبها على اساس عنده خبرة اكتر منها فراحت تشيل حاجتها من مكتبها وهي متضايقة وكانت حبيبة ووشي بتحاول تغزع من تحت لتحت بس الصدمة ان المحام الجديد دا تلعوشي فقال له يا محاسن الصدف دا ما كاتبنا بقى الجنب بعضها فقالت له ايه شعورك وانت واخد المنصب اللي تعدت عشان اوصله عندك وظيفة كويسة وحبيبة غنية وعلاقات ابوها هتحقق لك اي حاجة طبعا فقال لها اكيد ملكش عين تتكلمي عن حبيبتي وانت روح تتجاوزتي بعد ما سبتيني وازاي عندك طفل عمره سنتين ونص فقالت له حاجة ما تخصكش فقال لها عشان تعرفي حقيقتك بس فبصت فنبايلها لقت يانجي مكلمها وكان جاي لها الشركة ومعاه اكلي لانه عارف انها بتنسى تتغدى المهم قاعد يأكلها في بقها فوشي كان خارج وشافهم سوا جرب ناري الغيرة وقول لي المهم بالليل كانت جاية تقعد معاه ولقيته بيأكل ايس كريم فخدته منه وقالت له على فكرة انت بقيت تعمل اكل احلى من الاول وده هيخلينا تمسك بيك اكتر مش قلت لكم ابننا ست بيت شطرة ده قام كمان يدلك لها ضهراء اللي واجعها ويسألها عن زميلها في الشغل وعلاقاتهم ولا اجدعها ذوك اصيل زنان مستني مراته عشان يدوش دماغها وهي عايزة لقمة حلوة وتدلك الضهر وتاني يوم الصبح كان محضر لها الفطار فقالت له انها كلمت مامتها وخلاص هي قررت تشيل ايدها من ترتيبات الجواز وميمي هتزبط هي الدنيا وبعدها رحوا ينقف وستان الفرح والبدلة فابننا تصدم من جمالها وكمان كان معاها اخوها الكبير فكان متفاجئ بيها لانه يعتبر هو اللي مربيها فكان حاسس انه بيجوز بنته وقال لي ينجي يخلي باله منها ويحميها بس ابننا قال له مش هقدر اوعدك فكلهم تنحوا كده فقال له شين زكية وبتعرف تتصرف في اي موقف وده اللي خلانا اقعف حبها وابقى عايز اكون شركها فهي مش محتاجة حماية لكن انا هبقى موجود اول واحد في اي وقت تحتاجني فيه وبعدين خدته وخرجوا في الخباسة قبل ما يجبروهم يعملوا جلس التصوير فقال لها كده كده هيجبرونا نعملها فلين يهرب دلوقتي بس سألت له تعالى نتصور على الموبايل وخلاص ونديهم اثباتات مش لازم جلس التصوير كبيرة فهو حس انها بتدعي انها قوية طول الوقت وكان عايز يساعدها فحاول يدعمها في حوار شغلها عشان ما تتدايقش النموش يخد منصبها بس بدأت تدايق وقالته يا ريت تلزم حدودك وما تدخلش في شغلي انا عارفة انك عبقاري بس مش هتقول لي اعمل ايه وما عملش ايه فمشي وهو متدايق وراح يركب المترو بس رغم كده ما هنتش علم ما شافها بتنام على نفسها فرجع دهرها الورى عشان تعرف تنام وتاني يوم في الشركة كان عندها اجتماع مع المحاميين وهي اصغر واحدة فيهم ففضلوا يطلبوا قهوة وحلويات وهي تقوم تجيبها لانها الصغيرة لحد ما جت ولاقيتهم خلصوا الاجتماع من غيرها فرجعت تشتكل ابننا وهي متعصبة وقالت له تفتكر المفروض اعمل ايه فقال لها انا المفروض الزم حدودي وما تدخلش في حاجة متخصنيش فمش هقدر انصحك ففهمت انه متدايق من كلامها مبارح وقالت له ماشي يا سيدي اماص وقررت تنتقم منهم بطريقتها وخلتهم يركبوا العربية وقدمت لهم قهوة حلويات بس سائت بسرعة وتحركت بالعربية بشكل عشوائي عشان القهوة تقع عليهم وتبهدلهم وبالليل كانت مجهزة لابننا وجبة خفيفة عشان تصلحوا فشافها واتبسط فحدف لها من تحت الباب ملف صغير عشان تراجعوا لانه هيفدها في القضية وفي الاجتماع كانوا عايزين يأكلوا بورجر فقالت لهم اه كويس هتولي معاكم بقى فالرجل اتصدم وقال لها نجيبلك ازاي فقالت له نسمعت ان المطعم ده عشان تجيب منه ومحتاج توقف في الصف سعب الكتير فاتكتم وسيكته لينها محامية زيها زيهم مش عشان اصغر منهم هيعملها بقلة ايمة نيجي بقى لليوم المنتظر وهو يوم فرحه كانت دخلت قاعة ويقضيها في ايد باباها بس فجأة وقفت وهي حاسة ان الكسبة الصغيرة كبرت قوي ووسعت منها والناس كلها فاكرينها بتتجوز بجد فيانجي راح نحيتها يطمنها وقال لا ما تقلقيش انا موجود وخدها في ايده لحد ما وصلوا الاخر الممشى فسألها قبل ما يبوسها لو ده مش ضد العقد فقربت هي وبسته وبعد الفرح رجع بها البيت وهو شايلها لانها قفضرت قوي في الشرط فقالت له تعالى بقى نعمل حاجة ممتعة وقعدوا يعدوا فلوس النقطة اللي الناس ادتالهم عشان فرحهم فقال لا تفتكري نعمل ايه بالفلوس دي احنا بقينا اغنية كده فقرروا سوا انهم يبدوا نص الفلوس لأهلها لانهم دفعوا كتير في مهر جوازهم وحالتهم المادية مش احسن حاجة وبعدين قعدت تشوف الهدايا اللي ممتعة جاهزتها لها ولقيت وسطهم رسالة وقعدت تعايد بسببها لان ممتعة كانت كتبالها انها كانت بتشتغل طول الوقت ده عشان تقدر توفر لها حياة كويسة وما توقعتش انها توصل للمكانة دي وكمان دلوقت بقت عروسة وعندها بيت وعيلة فيانج جاه حضنها عشان يهون عليها وتاني يوم كان نايم حضنها فبسها بدون وعي بس الصحي وفجأة وتحرجوا بنهم نموا سوى طول الليل فقام بسرعة ولما دخل الحمام لقى الميكب بتاعها سايح على لبسه فغير هدومه وخرج وراها وقال لها نموع جب بيك وعايزة بقى حبيبك فاتخضت وقالت لها انت بتتكلم بجد ولا بتهلوس فقال لها ايوة بتكلم جد وعشان اثبت لك رح شايلها وبسها بس وبيلهم رن في وقت واحد وطلعوا اهلهم عايزين كل واحد فيهم يجي لهم المهم بعد ما رجع كل واحد من عند اهل وكانت بتتكلم مع يانج ان اهلها عليهم دين واماها عايزة تبيع البيت عشان تسدده فبنتنا عرضت على امها تيجي تعيش معاها هي وينجي في البيت لحد ما تلاقي بيت جديد بس رفضت للأسف لانها مش هتحب تزعيجهم في اول جوازهم فيانج قال لها انه عايز يشتغل عشان يشتري بيت اليوم جديد ويسيب لما ميتها البيت الي هم فيه وتفك زنقتها فقالت له بس انا كنت فاكريك مش عايز تشتغل فقال لها انه دلوقتي عنده مسئولية كبيرة ولازم يتحملها وبدأ بقى يدور على شغل فصاحبه قال له ايه رأيك تشتغل مدير حسابات في الشركة اللي انا شغال فيها فوافق على طول طبعا وبدأ شغل وكان زاكي جدا في التعامل مع العملة بس وهم في البريك كانت البنات بتبصلوا فسأل صاحبه في ايه فقال له انهم فاكرينه اعزب لانه مرضيش يعرف حد فيهم انه متجوز عشان لما يلاقي بنته تعجبه يتجوزها هنا ويخلص من جوازته الفيك دي فقال له لا انا مش هكاون صداقات مع حد لان راجل متجوز فقال له يخرب بيت اقوط صوتك وساعتها بنتنا رنت عليه تسأله لو اكل فقال لها لا طبعا ما كلتش هجيلك ونكل سوا كل ده وصاحبه فاتح بقه اللي هو مال انت بتعمل معيه ايدي الوقتي وقام بسرعة عشان يتغدى معيها فقالت له ما تجهدش نفسك في الشغل لازم تاكل كويس وإلا مش هيبقى عندك طاقة اننا نقعد سوا اندردش وعرف المسك وحس انك حقيقي فقال لها ما تيلاقيش علي حتى لو تعبان ومشغول اقدر افضالك وتاني يوم في الشركة كان في بنت عايزة تلفت نظر ابننا فعملت نفسها بتقع بس هو معبرهاش ومشي عادي فصاحبه جاله وهو شايت وقال له انت يابني معتوه ولا اين زامك انت عارف اللي انت سبتها تقع دي دي تبقى اجمل بنت في الشركة وكل الرجالة هنا ميتها عليها فقال له ايه رأيك اكلم مراتك ابعت لها هدية وعرفها عن حواراتك دي فقال له انت عبيت ولا ايه اتكلمها ليه فقال له خلاص يبقى تحترم انك متجوز وتبطل بص بص على الستات وتنسى الحوارات دي فقال له امشي امشي انت مش وشي نعمة وعلى اخر اليوم لقى مامة شين بتكلمه لانها جاية زيارة لبيتهم فقال لها انه راجع من الشغلة هو وهيجي يقعد معيها واول ما دخل راح على المطبخ وكلم بنتنا يقول لها ان ما ميتها هنا وجايبه اكل فقالت له يخلي باله لانها اكيد جايبه له مخللات كتير بس لقى الاكل ريحته غريبة وتلعت جايبة دماء خنزير ومقطعه فكان مقروف من الريحة بس اتطر يأكل طبعا عشان حماته في النهاية وقال لها تسلم ايدك يا حماتي مطرح ما هيسري هيهر انا عارف وبعدين قعدوا سوا كده على رواء بعد الاكل وقالت له انها عرفت انه بدأ شغل جديد واتبسطت لان الراجل لازم يشتغل بس كانت شايلة هام منهم هما الاتنين بيشتغلوا فمين هينظف البيت ويطبخ بس قال لا ما تيلاقيش انا بطلع من شغل الساعة خمسة فهنظف واطبخنا فقالت له لا اهتمونتم بشغلكم وانا هنظف لكم البيت على طول ما تيلقوش وبالليل كانت بنتنا شغالة مع ووشي على قضية ونامت على نفسها فاغطع بالجاكت بتاعه وساعتها كان يانجي جاي ياخدها لانها تأخرت فلما دخل شاف ووشي بيغطيها لانها وقعت الجاكت من عليها وكان هيلمس شعرها فقال له ابعد عنها مجيش ناحيتها وراح يشيل اللي في شعرها فصحيت وقامت معها عشان يروحه بس طبعا كانت حسامة دايق بسبب ووشي وسألته في البيت لو غيران من ووشي فقال لها لا طبعا هغير ليه فقالت له على فكرة هو اصلا بيكرهني دلوقتي لانه فاكرني سيبته عشان اروح اتجوز منك فقال لها ما اعتقدش انه بيكرهك انا حسه بيحاول يقرب منك بس فقالت له هو بس مدية لان واحدة زي قدرت تتفوق على راجل متميز زيه فيانج في دل مدية انها شايفة متميز وكان بيفكر في الموضوع طول الليل لدرجة انه جاب السلاح في بتوعه وحطه قدامهم صورته وسرع لسمها الوشي عشان يشوفها يختاروا مين بس بنتنا دخلت عليه فاجأة عشان يساعدها في حاجة فقام بسرعة وقال لها للأسف مش هقدر اساعدك خلي ووشي المتميز يساعدك فقالت له واضح انك مش غيران فعلا ماشي وكانت هتقوم بس لقيت صورة ووشي على الارض فقالت له ايه ده انت رسمته بنفسك بتعمل تصويته كده فشدها وقال لها انا ما بغيرش من حد بس من حق اعرف ووشي احسن مني في ايه فقالت له مش هيبقى عادل انه جاوب على السؤال ده الاول على دفعته اربع سنين الجامعة ونجح في امتحان المحامة من اول مرة لدرجة ان في بنت حبيته وخدته مسالها الاعلى لحد ما تفوقت عليه والسنة اللي كان المفروض ياخد فيها جايزة افضل مفكر جات البنت دي وخدتها هي لانها تحدته فحبها هو كمان وساعتها يانج بدأ يتدايق اكتر واكتر لان البنت دي تبقى شن طبعا وفي البيت كان بيحضر العشاء بس حسيت انه ساكت وما بيكلمهاش فراحت تاكل بس افتكرت انه زعلان عشان اتكبرت عليه بانها محامية شطرة وعندها معرفة كبيرة فسألته لو عايز يقولها حاجة بس قالها مفيش حاجة معينة فقالت له انا شبعت وقامت وهي متدايقة ومش عارفة هي زعلته في ايه بس هو كان كل تفكيره انه عايز يهزم موشي ويخليها تحبه هو اكتر فرح يخبط عليها وفتحت له في ثانية ما هيقعدله على الباب وعملت نفسها متدايقة وقالت له مش قلتلي مفيش حاجة نتكلم فيها عايز ايه وكانت هتقفل الباب بس قالها انا اسف انا اللي كنت غلطان لانه كنت غيران من ووشي وغيرتي عمتني بس طبعا عشان مقدرش يسيبها زعلانة جهي صالحة فقالت له تكونش ساكران وبتقول كده فقال لها لا والله انا في كامل وعي وبعدين قاعدوا يقطعوا فاكها سوا ويكلمها عن قيمة الجواز بالنسبة للرجالة لانهم شايفين انه بدونهم مش هيبقى في نسل فالرجالة الاغنياء بتبقى خايفة ان ممتلكتها تروح لناس غريبة بعد ما تعبوا فيها فالخلفة بالنسبة لهم مهمة فسألته لو شايف نفسه متفوق زيهم لانه راجل بس سألها الراجل ضعيف زيه زي الست محتاج حبه وحنان واحتواء زمان كان الست محبوسة وحقها مهدور بس دلوقتي الوضع تغيره وبقى الكل بيتعلم فبقى فيه مسواة فما اعتقدش ان فيه حاجة خليني احس بالتفوق ففدلت بصاله وهي مبهورة بتفكيره وقالت له بقولك ايه احنا النام سوا النهاردة فتنح لها كده بس لما اتأخر في الرد قالت له اتأخرت تلت ثلاث ثواني احنا بقنا اعداء سلام بس راح قطه يشوف حاجة مريحة يلبسها وشاف فجأة جايزة بنتنا واخداها فافتكر فجأة كلام صاحبه عن الجايزة اللي بنتنا خدتها مكان ووشي وساعتها كانت شين بتشتغل فدخل وقال لها هرجع بعدين شكلك مشغولة فرامت كل حاجة جنبها وقالت له تعالى ده انا ما صدقت انك جيت انجز فحاولوا يناموا طبيعي بس قالها بقولك ايه عندي سؤال مهم وتلع كان عايز يسألها لو بتعرف تلعب جيمز بس هي ما بتعرفش فقعد يلعب لوحده وهي متغازة وبتحاول تغريه يمكن يسيب الموبايل فقربت منه وقالت له مش طايلة البتاع ده هاتو فادهولها بسرعة بس اخر مزه اتزقت الموبايل وبسطه وبعدين قبل ما ينامه قالت له انا عرفت بالصدفة انك بتدرس المحامية فقال لها انه عايز بس يساعدها اكتر لكن مش ناوي يشتغل محامي او يفرد معرفته عليها وشدها الحضنه عشان يتخمده بقى وتاني يوم كان وقف بيحضر لها فطار فدخلت بين ايده وقالت له انت زوج نشيط هروح الحمامة نبقى فوهي بتخسل سنانها جيه حضنة وقال لها جهز تلك الفطار هامش انا عالشغل بقى وبس همنخدها وفي الشركة المدير بتاعه زعق فيه لانه اكتشف غلطة في حسابات عميل كانت هتخسر الشركة كتير قوي بس المدير كان خايف على زعق للعميل المهم مش اكتر لانه حسب الاهانة وقال له لازم تروح تعتذر منه وإلا تعتبر نفسك مطرود فابننا ساب له بطاقته وقال له خديلك الشغل مش عايزه ولما رجع البيت شافش ان بتنظف مكان الاكل اللي وقعته فقال لها بتعملي ايه فاتخضت لانه جيه بدري وقالت له لأ ده انا كان نفسي في نودلز فقلت ان ماجه عمل وراح تشيل الطاصة وهي سخنة فاتلا ساعت فقال لها بعدي طالما بتعرفيش تطبخي كنت قلتيلي وانا هعملك فقالت له بس انت مشغول في الشركة وساعتها الباب خبت وكانت ديليفري فقال لها اعترفي جابة وجبتلي مين فقالت له يا باي عليك كنت عايزة بعتلك اكل الشركة بس لما بوزت الدنيا طالبت ديليفري بقى فقال لها مش مطلوب منك تعملي حاجة ما بتعرفيش تعمليها عشان ترضي حد فقالت له انت مش اي حد وعلى طول بتدعمني وبتعمل كل شغل البيت فكنت عايزة ساعدك انا كمان وما ضغطش عليك فقال لها فريدي ست الشغل يا طرها تتدايقي فلفت تحدونه وقالت له لا طبعا هفضل جنبك انا هشتغل وانت ترجع ربي المنزل تاني وانساعد بعد عادي وفي يوم وهي بره شافيته صدفة بيتمشى في الشارع فاستغربت لانه المفروض يبقى في الشغل فحكالها انه اضطرت بسبب انه اكتشف غلطة في الحسابات فخدته وراحت الشركة تقابل المدير وبصراحة كان راجل مستفز وقال له غلطت غلطة وجايب لي مراتك معاك فاكرها حضانة فقالت له ماما وانا صغيرة كانت بتعلمني احترم الناس وما شوحش بايدي كده قدامهم بس لما جبرت اكتشفت ان الناس محدش علمهم الحاجات دي وكملت كلامها انه ما عندوش اي فكرة عن القانون لان مش من حقه يطرد موظف غل لو الموظف ما كانش قد متطلبات الشركة او عمل خطأ غير اخلاقي او مهني فيطرى يانج عمل ايه بقى عشان يطرده فسيكت طبعا فقالت له بقول لي بقى رأيك نتقابل في انهي محكمة وقامت ومن وراها يانج وهو مبهور بيها وبالليل وهم راجعين البيت قالت له ما يزعلش من اللي حصل لانه ببساطة هو شطر في الارقام وهي شطرة فيه من فوس الناس المريضة وبالطريقة دي هيقدروا يساعدوا بعض اكتر فقال لها انه الاخطاء حاجة طبيعية وبتعلم الانسان عشان يحسن من نفسه الفكرة كلها انه بيخاف من قلوب الناس اللي مش صافية وفاجأة جيه كلبة عليهم فقال لها بص يا قلبي بقى عندنا ابن جديد فاستغربت الكلمة لانه اول مرة يقول لها يا قلبي بس ملحقش يتهنى وطلع الكلب كان هربان من صاحبه وبعدين لقت اخوها بيكلمها عشان تلحقه لان ميمي الجننت وعايزة تنط من البلكونة فجريت على بيتهم وحاولت تهديها وقالت لها لو مطي كل عملات التجميل اللي عملتيها هتروح في الارض اه كده معقولة شوية فقعدت تعيط وهي منهورة ولما قعدوا على رواق طلع اخوها شرب ميمي دوا غريب عشان تحمل بسرعة لان امه قالت له لو خلفه هتشتري له عربية رياضية فقالت له انت الجننت افرد كان الدوا دا ضرها فاميمي قالت لها شفتي بقى انا عايشة مع واحد ممكن يقتلني في اي لحظة بس جين مسكتش وقال لها ما بلاش تمثيل بقى بلاش دا انت موقعة اتفاقية مع عمك انك لو جدت طفلة هتاخدي 30% من اسهم شركتها يعني ما فرقناش حاجة عن بعض فبنتنا زعاقت فيهم وقالت لهم انا قلت لكم مئة مرة انتم الاتنين لازم تتطلقوا انا زهقت من حواراتكم دي وعلى طول بتتخنقوا في مشاكل وراحت جابت ورقة الطلاق وقالت لهم امدو يلا فجين مضاها وقال لها هوفر عليك المراضي ووقعتها انا الاول عشان ما تفتكرش اني منعك تعيش حياتك كلكم شايفيني غابي ومستهتر وماليش لازمة حتى امي شايف اخوتي احسن مني وبتفضلهم علي وانا كبرت بينهم وانا وحيد ومنبوز وفي دليعاية فقامت حضنته وقالت له ما تقولش كده انا بحبك والله وما قدرش استغنى عنك فقال لها وانا كمان بحبك والله وكل اللي قلته كان اي كلام جايزت اسرع اتنين يتخنقوا يتصلحوا في نفس الوقت اما عياننا فروحوا البيت بس شين ما كانتش مستغربة مصلحتهم بسرعة دي لانها تعودت منهم على كده فسألت ابننا لو هيفضل يحبها طول الوقت فقال لها لو انت الشخص اللي معايا اكيد هفضل احبك فقالت له ليه يا اخويا هو في حد تاني فشدها عشان يثبت لها انه مفيش حد تاني وفي يوم كانت مستنيها يخرج من الشغل وجايباله معاها بدل عشان عندها حفلة بالليل ومحتاجة معيها فجاهز نفسه وقعد يقرأ شوية عن الناس اللي هتحضر الحفلة فقالت له مش شايف انك زاكي جدا وبتضيع موهبتك دي معايا فقال لها مش لازم عشان انا زاكي يبقى لازم اكون من انجح عشر رجالة في المجتمع لان الانسان كل ما بيوصل لمكانة عالية بيتمع وبيبقى عايز اكتر واكتر واول ما وصلوا الحفلة البت القرشانة حبيبة ووشي كانت متغزى منهم لانهم هيكلوا من حبيبها الجو كده وفعلا كانوا واكلين الجو دول مش اي حد برضه بس وهما وقفين شفاج ازمينه اللي كان معاه في شغله القديم بيقرب منهم وللأسف كان هو سبب استقالته من الشغل وكرهه للشغل عموما وللناس لدرجة انه بقى عايز يقعد في البيت وميستغلش ذكاءه عشان الناس وفضل قاعد معاه على نفس الترابيزة وهو بيحاول يستحمل سماجته بس مقدرش يتحمله اكتر وقام فجأة على الحمام وبعدين رن على بنتنا يقول لها نمش هيدر يكمل معاها هنا ومشي فرحت وراها يا كمان تدور عليه واول ما شافها حضانها وتفتح في العياط كازم انت بتعيط عمل معاك ابن اللزينة ده وإحنا نربيهولك طيب فاخدته معاها المطعم عشان يشرب شربه ويدفه كده وينسه مومه بس للأسف لقوهوشي والزفتة بتاعته دخلين نفس المطعم فقالت له يلا بينا نمشي بس القرشان حابت كده وقالت لها اه صح تعرف ان الاستاذ اللي كان شغال مع جوزك قال لي حاجات غريبة عنه بعد ما مشيته ابق اعزميني على وجبة في يوم وهحكيلك كل التفاصيل فقالت لها اه هي دي الطريقة بقى اللي تكلبها ببلاش على قفى الناس وراحت اقيل الووشي ابقى خلي بالك من حبيبتك وشكومها شوية فالست صاحبة المكان كانت شايلة شربه وقعتها بالغلط ناحية بنتنا فووشي قال لها حاسبي وكان هيبعدها بسرعة فالشربة وقعت على ايده هو بس يانجي كان شد بنتنا قبل ما تيجي ناحيتها وبعد ما نضف نفسه كانوا مستنيينه برع عشان توصلوا على المستشفى بس النيلا دي قالت لها بعيدي عن نينا وفي العربية كان يانجي سرحان وقال لها انا اكتشفت ان ووشي شخص كوي سيمكن لو اتجوزت وكان زمانكم مبسوطين فقالت له لا طبعا انا متجوزة دلوقتي وبحبك انت فقال لها انا بس متضايق ان ممكن ابوازلك شغلك وحد يكتشف هويتي فقالت له لا طبعا انا الغلطانة لاني خدتك لمكان غريب وبسببي شفت واحد بتكرهه فقال لها لا انت مغلطيش ومش متضايق منك بس انا حسيت النهاردة اني جبان ومش قادر على المواجهة فنزلوا يتماشوا شوية وحكالها ان حالته النفسية بعد ما ساب شغله القديم هي اللي خلته شخصيته كده دلوقتي وفي دلوقتي طويل محبوس فقطه وشعره بيقع ووزنه بيقل لدرجة ان امه خافت وعشان تخرجه من الحالة دي قالت له ما تقعدش في البيت انا ما عنديش رجالة تقعد كده وقالت له انزل اشتغل ولا شوف لك مكان تاني فقال لا ما تقلقيش هدفع كل مصاريف وساعدك في البيت وبقى بيشتغل اونلاين عشان بس يدفع مصاريفها وخلاص ما بقاش في دماغه نجاح ولا جواز ولا اي حاجة فقالت له الهزيمة طبيعية وبتحصل لاي انسان زاكي ومتفوق لكن مش عشان اتهزمنا مرة يبقى نفضل مهزومين طول الحياة وقالت له انها تفضل جنبه مهما حصل وتدعمه فحضنها وقعد عاية تاني وفي يومه هي راجعة من الشغل قالت له انا مرهقة قوي فراح يشيل جزمتها اللي خلعتها بعشوائية دي وحطها مكانها وبعدين جاب لها بماية بملح عشان تخسر رجلها وتفك شوية فقالت له نقابلت زميلك القديم النهاردة في الشغل كان عنده شغل في شركتنا فاضطرتها تعامل معاه فسكت شوية وقال لها يا ترى لو كنتي بضلت على شخصيتي القديمة وكل ده ما حصلش كنتي هتحبيني برضو فشدته يقعد جنبها وقالت له انا معرفش شخصيطك كانت عاملة ازاي بس انا بحب الشخص اللي معايا دلوقتي ومش فارق معايا اي حاجة تانية فحذرها انها ما تقربش قوي من الراجل ده لانه شخصية مش سهلة فقالت له ما يقلقش ويحط رجله في الماية معاها ويروق اعصابه وتاني يوم كان عنده قضية مهمة مع بوشي فارقب معاها العربية بس وهي نازلة كانت بتحط روج وبرفيم عشان تدخل ترقب الدنيا جوا وسألته لو شكلها حلو فقال لها اعمر انجزي بقى وبعد ما خلصوا شغلهم رحوا يتغدوا فلاحظ انها بتاكل بسرعة كأنها عمرها ما شافت اكل وقال لها كل بالروحة واتعامل بروكي شوية فقالت له عيش عيشة اهلك وما تقرفناش في عيشتنا وبالليل رجعت البيت ورمت جازمتها تاني بنفس العشوائية فجي ابننا لمها وراها بس قالت له ارتاح انت باعشان انا اللي هتبخ لك مش بس كده دي طبخته كمان كانت وقفة تمسح الترابيزة وهو وقف يخسل الموعين فقالت له ما تروح ترتاح وانا هخسلهم مكانة فقال لها ماشي خسليهم بس مسكت ايده لانها كانت بتعزم مش اكتر وهو عما صدق ودخل على جوه لوتفي استنى لوتفي وفي يوم كانت الشركة اللي ابننا اشتغل فيها وطردوه منها مرفوع عليها اواضي وبيخسروا فلوسهم لدرجة انهم طلبوا ابننا يشهد في المحكمة معهم فراح يشهد فعلا عشان خاطر بنت صاحب الشركة دي كانت حبيبته في يوم من الايام بس وهو كان في المحكمة هي كانت قاعدة مع الرجل اللي بيكرهه وعرفت منه ان يانجي كان خطيب بنت صاحب الشركة وقال لها شكلك كده ما كنتش تعرفي واكلك الاوانطة وفهمك انه كان سنجل فرجعت على مكتبة وهي متعصبة وزقت صورته من ناحية تانية وهي مش طيقه وبالليل رحت تقابل الزفت اللي ما يتسمى عشان تحاول تضغط عليه وما يضرهاش في القضية الجديدة بس هو كان بيستغلي ده ويقرب منها وحد صوره مبعث الصورة ليانج فقام لبس ورح وراها وساعتها وهي خارجة من المكتب كان وشي قاعد لها وقال لها من امتى وانت كده هو انت فعلا متجاوزة يانجي بتاعك ده ولا بتجذبي على الناس عشان تترقي ومفاهمة منك متجاوزة ومخلفة فزعقتلو وقالتلو وطي صوتك تعال معايا واضطرت تقول له الحقيقة عشان ما يقولش الحد فقال لها في النهاية ده مجرد شغل وما يستهلش انك تضيعي حياتك عشان توصلي المنصب معين المهم وهي خارجة جيه ابننا اخدها وكان قلقان عليها لانه شافها مع الزفت ده وما كانش شاكك بالعكس هو واصق فيها جدا بس وهم في البيت حاولت تفتح سيرة حبيبته القديمة فكان خايف يتكلم عنها لا تزعل بس فضلت تسأله عرفتها ازاي فقال لها من وإحنا صغيرين كنا نعرف بعض فقالتلو انا سمعت برضو انك النهاردة قدام المحكمة لما شفت الصحفيين محاصرينها شدتها وركبتها العربية ساعتها ابو رن فحمد ربنا لانه انقاذه وهو طبعا مش عارف يقول لها ايه فبعد ما خلص المكالمة قال لها تيجي نلعب لعبة سوا فرفضت وقالتلو مش جالي نفسها عمل حاجة ورجعت تشرح له انها مش هتضغط عليه عشان يحكي لها حاجة تاني لانها تقفلت ومش عايزة تسمع حاجة وتاني يوم كان ووشي قلقان لان شين اختفت هي والزفت اللي ما يتسمى لانه كان عارف انها بتحاول تخليه يكتب تقرير عشان المشروع بس اختفاءهم ده خليه يقلق فاتصل بابننا يسأله وقال له نوم لوحدهم ومختفيين انت زي ما تعرفش مكانها وقفل معاه وهو متعصب وساعتها صاحب ينجا قال له الحق ده الاكس بتاعتك في واحد ضربها بالسكينة والاخبار مالية الدنيا يلا بينا نروح لها بسرعة اما بنتنا فاخدت الزفت ده على بيته عشان يكتب لها التقرير وتاخده وتفلسع ووعدته تفضل جنبه النهاردة وعلى بالليل كان ووشي وصل بيت لما يتسمى ونط من فوق البوابة عشان يلحق شن بس الزفت ده بعد ما خلص كتابة التقرير راح وراها على الاوضة وقال له ما تقلقيش انا هعيشك في الجنة بدل المتخلف اللي انت متجوزاه بس الصدمة ان عشقته شافته وسمعت كل كزراته وقعدت بقى تضرب فيه بس الكارثة انها متجوزها هي كمان وجوزها جيه وشافها ويصورها عشان يطلقها وياخد منها حضنت الطفل ده بنتنا طلعت اضرب جد المهم بعدين مشيت معوشي وشقرته لانه قلق عليها وجه يساعدها فحضنها وقال لها ياريت تبقى دي اخر مرة تعرضي نفسك فيها للخطر وفي البيت كانت قاعدة بتطمن على يانج لانه تعور بس قال لها انه تخبط في باب لكن طبعا دي مش الحقيقة فكانت عايزة تقوله انها شافت الزفت النهاردة وقالت له مش عايز تعرف كنت فين انا كنت معا النهاردة فقال لها انه واصق فيها بس حضنته لانها كانت مستنياة يقلع عليها ويبين اهتمامه لكن قال لها انا ما بقلقش عليك لانك تقدر تواجه اي حاجة في الدنيا فحضنته تاني وقالت له لا لا مش عاجبني الكلام ده انا ما قدرش اواجه كل حاجة ودخلت قدتها وهي زعلانة وتاني يوم كان مع صاحبه بيشوفوا حل العربيت اللي دمروها بسبب الحادثة اللي عملوها بس بنتنا عرفت وقالت له ما تيلقش تكاليف تصلحها على حسابي ورحت نحيته فبسها وطبعا فهمت دلوقتي هو ليه ما جاش وراها لما عرف انها الوحدة مع الزفت اياه وقال لها قلقت عليك طبعا بس ما قدرتش اعمل حاجة لكن كنت واصق انك هتقدر تحل الموضوع وبعدها راحوا ياكلوا هم التلاتة فابننا كان مشتري لها ألم هدية وقال لها اتمنى توقعي بعقود وأوراق كتير وتكسب فلوس أكتر فقالت له عشان البقء الحلوي ده تعالها اكلك في بقك واكلا هي كمان في بققها ولوات صاحبه قاعد طرف تالت وتاني يوم وهم في البيت قالت له ان الاكس بتاعته عندها قضية هتمسكها فهي هتضطر تتعامل معيها وسألته لو اتوعدوا فترة طويلة فقال لها انهم ارتبطوا في الجامعة لكن مش فاكر قد ايه لانه ما كانش ناضج وقتها ويسابها بسرعة فسألته لو اديته حرية اللي اختيار دلوقتي انه يرجع لها هيعمل ايه فقال لها ده مستحيل يحصل وملوش لزوم نتكلم في حاجة مش هتحصل رد منطق المهم في يوم كانوا معزومين عند مديرها على العشاء وكانوا محضرين لها مفاجأة ونويين يخلوها شريكة معهم في شركة المحامية فطبعا انبسطت لان ده كان حلمها وحققته اخيرا فدخلت القوضة على جنب عشان تتكلم مع ينجي وقالت له قروسني انا مش مصدقة كل اللي بيحصل ده فقال لها انها شطرة ومكتهدة طبيعي توصل لكل ده بس قلقت فجأة لانها كذبت عليهم في حوار جوازها وخلفتها وطبعا ده مش كويس لانها هتبقى شركتهم فكأنها بتخدعهم بس ابننا قال لها انهم هيسمحوها لما يسمعوها وكمان جوازهم دلوقتي بقى حقيقي وبيحبوا بعض هو بس حوار الطفل ده مش هيعرفوا يخلعوا منه المهم جيه مديرها ومعا مراته فمراته قالت لها وقعي بقى العقد معانا وانا هاخد جوزك ندردش شوية بس الكارسة انهم عرفوا كل حاجة ومراته قالت لينجي انها عارفة وعشان كده جابوها اتوقع العقد عشان لو طلعت ما عندهاش ضمير هتوقع وساعتها هيبقى شيء غير قانوني لانها وصلت لمنصب الكذب وزيفة اوراق بس لو ضميرها صحي واعترفت بالحقيقة ممكن يفكروا يسمحوها فكانت هتقول لها انا عايز اعترف لك بحاجة بس ابننا دخل وقال لها اوعي تمدي قومي دول عاوزين يوقعوك بفخ فقالت لها انا عارفة ما تقلقش وقالت لهم انا مش هدفع عن نفسي انا بس عايز اعترف بالحقيقة لان ده حقكم علي وقررت تقبل بأي قرار يتفق عليه لكن قوانين شركتهم عن الجواز صعبة ولازم يغيروها وإلا هيقابلوا حالات كتير زيها ومش هيعرفوا يتجنبوها وفي البيت كانت قاعدة بتشرب وبتصيح قدام يانج لانها كانت جاشعة وما كانش ينفع تطمع قوي للدرجة فحضنها وقال لها انت مش طماعة بالعكس كنت نوية اعترف لهم على عكسي انا عمري ما قدرت على المواجهة دي حتى وانا بسيب حبيبتي القديمة ما قدرتش اواجهها بأي حاجة وحتى لما سبت شغلي ما عرفتش اخد حق ومشيت زي الجبان فلأ انت قوية ومش جاجعة زي ما بتقولي وتاني يوم رحت الشركة عشان تخلص كل الحوار ده وتستقيل بس المديرة رفضت وقالت لها انا عارفة انك غلطي بس استقلتك مش هتحل حاجة وقررت ترجعها محامية تاني وباقت زميلة لباقي المحاميين لانها طبعا ما ينفعش تفضل في منصب مش من حقها وفي يوم و هي خارجة من الشركة لقيت وشي ساكران وقع على الارض فخدته معيها عشان توصله على البيت بس كل ما تسألوا عن عنوانه ويديها عنوان شاقتها هي فزهقت وقفت العربية واتصلت بابنين عشان يجي ساعدها يوصلوه فقالت تستغلوا انه ساكران وتسألوا عن قضية معينة بس مرضيش يجاوبها فقالت له طالما مش راضي تقول يبقى انت فوقت خلاص هطلب لك تاكسي تروح لوحدك وبعدين جات ردة على يانج لقت وشي مسكها فجأة وحضرها بالعافية وقال لها رجعيلي انا سبتك مرة ومش هسيبك تاني وساعتها ابنينة جاه وفيدل واقف يسمع الحوار من غير ما يقرب فقالت له بعد انت تجننت انا متجوزة فقال لها انا عارف كويس انها جوزة فيك وانت ما بتحبهوش اتطلقي منه ونتجوز بس ايديها وجعتها وقالت له سبني بقولك انا وانت ما ننفعش سوا فسألها لو حبت يانج بس ما قدرتش تجاوب وقالت له انت ساكران وبكرة هتتحرج من اللي عملته ده فابنينة قرب وشدها عشان تركب العربية وقال له واضح انك فايق تقدر تروح لوحدة وفيدلوا طول الطريق ساكتين لحد ما وصلوا البيت وكانت هتحاول تقوله ما يدايش من كلامه بس كان عايز يفهم هي ليه مش راضية تتجوز ورغم ان جوازتهم مش حقيقية فتقدر تتطلق وتروح له بس قالت له احنا متجوزين واتفقنا نكمل حياتنا سوا لكن هو كان مستني منها رد تاني انها تعترف بحبها وتقوله ما قدرش تخلى عنك بس فضلت تتكلم عن انهم متجوزين فخلاص بقى مش هتتطلق وتتجوز تاني فقال لها احنا لازم نتطلق وجاب لها اتفاقية الجواز فقالت له يعني انت كل الوعود اللي وعدتها لي كانت كد فقال لها انا كنت صادق في كل كلمة قلتها بس مش عايزك تعيش في كسبة كبيرة وتعايشيني فيها معاك ومن بكرة هبدأ في اجراءات الطلاق لانتو عالم نكد منفعش نتهنى معاكو بحاجة وطبعا من تاني يوم كان اختفى من البيت ورجعت لقيته مش موجود ومفضي قطه فكانت حاسة بفراغ لانه دايما كان بيقف يستناها فدخلت قطه لقيته سايبلها ورقا عليها رقم غريب وما فهمتش اين رقم ده فتعصبت ورامت الكتب بس رجعت شاليتهم تاني لانهم كانوا بتوعوا والحاجة الوحيدة اللي سابها اما عند ابننا فكان قاعد مع المحامية تيان عشان يساعدها في حل قضية يا وحبيبته القديمة ووقف بعدها من بعيد عشان يسمعهم وهم بيتكلموا عن القضية فقامت تيان وقالت له هيا سمعت كل حاجة ايه رأيك بقى هتسحل ازاي فقال لها انا خرجت دقيقة بس لكن فجأة خبط في طفل صغير وموبايله تكسر فجات امه تشوفه وقال لها ده ضربني يا ماما امانك عايي لسوسة وكذابت المهم ابننا دافع عن نفسه وقال لها انا ما ضربتوش هو اللي خبط فيا بس قالت له الاطفال ما تكذبش فكان في طفل صغير وقف جنبهم وشاف كل حاجة وقال لها هو ما ضربوش انا شفتهم فقالت له سكت يا واد انت احنا انصدقك ليه فقال لها انت قلت الاطفال ما تكذبش يعني ابنك ما بيكذبش وانا بكذب وبعدين في كاملة مراقبة نيضا نشوفها فقالت له شاكله ابوك ووقف ضدي معاه فاستخبى ورا يانج على طول اما الاكس بتاعت يانج فكانت بتكلم ابنها لحد ما لقيته جاي فجأة مع يانج فاتصدم لانها طلعت مخلفة وقعدهما الاربع يشربوا حاجة سوا وبالليل ميمي كلمت شين فجأة وقالت لها تيجي بسرعة لان اخوها مختفي فلما رحت لها تيانج بيفتح لها الباب وقال لها ميمي طلبت مني اجي انا كمان فقالت لها هو وطفل يا ميمي ده راجل يعني والساعة لسه عشرة فقالت لها لا ده معاشيك بملايين وراح بيه نايت كلاب يعني ممكن يكون حد حاول يعمل فيه حاجة فخرجت مع يانج عشان يدوروا عليه وكانت عايزة تاخد معاها الا حد فقال لها انت الجننت هتدخلي بها ازاي وفيه امن خليكي وانا هدخل بسرعة شوفه فدخل وطفل نور عشان الكل يطلع بس بنتنا وهي في العربية شافت مدير النايت كلاب ده وهو واقف برة وكانت عرفاه فسألته عن اخوها وطلع من الباشا في فندق مع واحدة وساكرانين فميمي جات ودخلت تشوفه وهي منهارة ونفسها يطلع لوحده ومعهوش حد وفي البيت كان يانج قاعد مع شين وهما بيتكلموا عن علاقة ميمي بأخوها وقال لها مش عارف لو كنت مكان واكيد ما كنتش هقدر اواجه ميمي ابدا تاني فقالت له اه كويس اننا اتطلقنا ومعاديناش بحاجة زي دي وتاني يوم قررت شين تروح تقابل حبيبة يانج القديمة وتمسك قضيتها عشان لما تحلها اسرع يانج هيبطل يسعيدها بقى ويخاف عليها هي وابنها فيا ووافقت تخليها تمسك قضيتها بس بنتنا وهي ماشي قالت لها اه نسيتا قولك انا مش فارق معايا ابنك اذا كان ابن يانج ولا لأ لان يانج دلوقتي بقى ملكي انا فمتقربيش منه ولا دماغك تزن عليك بحاجة زي دي وبعد ما مشيت قالت له طلع حبيبتك مشيت هاي سبعت بتحبك ازاي شكلك اتغيرت جمد عشانها مع انك ما كنتش كده معايا فقال لها تصك فيها بس لانها محامية كويسة وهتحل قضيتها في اسرع وقت وبالليل في الشركة كانت قاعدة بتتكلم مع وشي عن القضية بس فجأة شافها بتهرش في وشها فقال لها انت بتهرش كده ليه فاكتشفت انها الحساسية وطلعت كلت حاجة فيها لحم بقري بس ما خدتش بالها ففضل يضحك عليها فقالت له ما تضحكش يا حيوان ونزلوا عشان يجيبوا دواها من العربية فشاف سجل العيلة بتاعتها وقال لها انت اتطلقتي فقالت له انت بتبص في حاجة ليه فقال لها تجوزيني بكرة فقالت له يا ريت تبطل وخليك مع حاببتك راح قال لها انا فعلا ما بهزرش خلينا نتجوز وانزل شغل والزفت بس قالت له انت شخص كويس وهتبقى زوج عظيم بس انا خلاص ما بقيتش أصدق في الجواز ولا الحب بس قال لها انت بتؤمن بالحب بس ببساطة مش انا الشخص اللي انت عايزيه صح وطبعا ما عرفتش ترد وفضلت تفكر في كلامه كتير لانها فعلا ما قامنتش بالحب غير لما قابلت يانج وفي يوم كانت قاعدة مع تيان وياو عشان يتكلموا عن القضية بس بنتنا وهي في الحمام ياو قالت لي تياني ان شن اتطلقت وخلاص هتسافر هي وينج بكرة فاول ما بنتنا جات من الحمام قالت لها انتم اتطلقتوا بجد والاخت مسافرة معا بكرة كمان هو وانا بحلم ولا ايه فبنتنا قالت لها مستحيل يسافر معاها بس يو حبت تغزها وقالت لها لو مش مصدقة دي حاجة ترجع لك وراحت مشاورة لينج عشان تمشي فاتصدمت اكتر لانه واقف مستنيها فاتيان قالت لها امي الحقيقة بسرعة هتصيبها تاخدوا كده فقامت وراهم بس على ما خرجت كانوا مشي خلاص ففضلت تعايت لحد ما شافت اخوها وترمت في حضنه وتاني يوم كانت امها في البيت وجايبالها اكل بس قالت لها الاكل اللي جبتيه من يومين انا لسه مخلصتوش فقالت لها انا ما جبتش الحاجات دي ففهمت ان يانج هو اللي كان بيجي يتبخ لها وينظف ويمشي بسرعة وهي كانت فاكرة ان امها هي اللي بتعمل كده فطنت قالت لها انا عارفة عن حوار جوازكم من متفابرك وكلنا عارفين لان يانج جه وحكنا وطلب مننا نسامحك لانك ما كنتش قصدة تغدعيهم وطلب مننا نسمح له يهتم بيك تول حياته حتى لو اطلقت ومش مكتوب لكم تتجوزوا تاني فخرجت بسرعة عشان تلحقه قبل ما يسافر بس على ما وصلت كانت الطيارة بتاعته فاتتها وعدى ثلاث شهور عليها من غيره وهي مكتائبة وبتحاول تتعايش بس في يوم كانت دخل بيتها وشافت حد بينقل جديد ولمحت سلحفة صغيرة وقفة قدام شاقتها فقربت منها تشوف جاية منين بس اتفاجئت بيانج وهو خارج من الشقة اللي جنبها ورح فتح لها دريع عشان يحضنها وبعدين وهم قاعدين سوا قالت وكده هنت عليك تسيبني كل ده من غير ما تقولي انك ما سافرتش فقال لها ما انا كنت بظبط الشقة اللي جنبك بقالي ثلاث شهور انت اللي مخدتش بالك وبعدها كانت عايزة تعرف اين رقم الغريب اللي كان كاتبهولها في ورقة ده قبل ما يمشي من البيت ففتح لها اللاب وقال لها ده الباسورد عشان ارباح التداول في الاسهم دي هتبقى ملكي كنتي وعيانا في المستقبل وتوتا توتا خلصت الحدوتا كنتم هم تسئل على قلبي والحمد لله نزاح بعد كده ياريت نحب بعض من اول حلقة عشان انا مررتي بقيت يا دوبك ويا رب يكون الملخص عجبكم وما تنسوش تقولون رأيكم في الكومنت وسلا